إلى أكثر من 155 مليون شخصا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وصل هاشتاك ارفع الحصار عن تعز وبأكثر من 20 لغة لا يزال متصدرا حتى الآن في المرتبة التاسعة عالميا الحملة تهدف إلى التركيز على أوجاع المواطنين في المدينة جراء الحصار الذي تفرضه عليهم مليشيا الحوثي منذ قرابة التسعة أشهر ويعانون فيها كل أنواع الويل في وقت لم يهتم لأمرهم أي أحد حمدي واحد من بين ملايين الأشخاص الذين تفاعلوا مع الحملة يقول أنه يغطي الحرب في المدينة ويكتب تقاريره على قصاصات مهملة تسمى كراتين آلاف الأشخاص والصحفيين الدوليين وعدد من المنظمات والقنوات الإذاعية تفاعلت مع الحملة والتي حققت نجاحا كبيرا ومن المتوقع أن يقفز الهاشتاغ خلال الساعات القادمة إلى المراتب الأولى لكن السؤال يبقى هل سيدفع كل هذا الضغط الإعلامي بالمنظمات الإنسانية والحكومات المختلفة إلى السعي حقا لإنقاذ المواطنين في تعز والتخفيف من أوجاعهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر